أقول لشنغريحة وأنا ما زلت أحاول أن أبقى ليناً معه هو ومن معه من جنرالات باعتبارهم فريق جديد كما أقول هل تبون أمامكم فرصة عظيمة؟ لقد رحل قايت صالح لقد رحل الذي ظن أنه يستطيع أن يخدع الشعب الجزائري رحل سواء قتلتموه أو مات سكتة قلبية فذلك علمها عند الله وحتى يثبت العكس نحن نأخذ بالرواية الرسمية بتاعكم أما وقد رحل فقلت هلكم أنا يوم ما فاته؟ يجب أن يقبر معه كل سياساته البائسة كذبة النوفمبرية هي تبينت للنوفمبريين أو السكتمبريين كما سماوهم الأحرار هاكم شفتوا اليوم مجموعة من الوزراء من الاستعصال إلى العميل المباشر خلينا أعطيكم مثالين أو ثلاثة فقط هذا شيطور لداروه تعليم العالي يصرح قبل سنة أو سنتين أو ما أستوى أدري كم والتصريح موجود يقول فيه بصريح العبارة يجب على الجزائر أن تكون حاملة أعلام فرنسا في إفريقيا هكذا قالها عمالة مباشرة أسمع يا السكتمبري أسمع أسمع يا السكتمبري المخدوة أو يا النوفمبر المخدوة اللي نقوله هالك بعبارة دقيقة أسمع هذا اليوم وزير من هو اللي مفروض أنه سيخرج العقول وزير التعليم العالي وهذه قطرة من بحر المصايب انتعوا أما هذا اللي سموه وزير الصناعة واللي الأخبار الآن تقول أنه في الألفين وواحد أقدم على شراء سفينة صغيرة للصيد البحري على أساس أنه ينشئ شركة صيد بحري وأنه بعدما السلف المال من كل جانب فشلت فإنه أعطوه الآن الصناعة اللي هي أصلا في وضع سيء أعطاه هالو باش يغرقها تماما لماذا؟ لأن اسمه أيت اسمه أيت في الحقيقة لا هم ظنوا رحين يبيعوه للقبال على أساس أنه أيت لأنه سمى الأحراب لكفر وقالها في راديو قضي إحسان قالوا لبوبل هذا اللي يخشت على الحراك أنت تسمي لبوبل دي حراك قالوا أنا نسميهم ليكفار ليكفار بهذه العبارة الخنافيس أو القرلو بعبارة درجة تحدي واضح للشعب كل شعب تحدي واضح للجزائرين كل جزائرين واحد عميل مباشرة للفرنسيين الفوكلالجيريسوالو بورت درابود لفرنس والآخر يسمي الشعب ليكفار كون يعد عنده السلطة هذا واش يدير في ليكفار ليسمهم هو ليكفار هذا ناهيك على أنه طالب بيعدام ناس بما فيهم أنا قال لازم الشعب يلنشيهم لازم يعدمهم أي قاضي حر هناك في الجزائر كان المفروض يناديك ويسجنك لأن الدعوة للناس هي جريمة في أي قانون في أي بلد لكن للأسف نحن في دولة الحنوشة وأقول في دولة الغاب وزيد البقية اللي جابوهم يا إما وزارة ابو تفليقة وإما وزارة بن صالح وبو تفليقة كما هذا زيتوني تع المجاهدين زقماتي وزير تع بن صالح ومجموعة من هذا اللي جابوهم متردي على النطيحة على ما أكل السبع إذن هي ليست حكومة بقدر ما هي تعبير عن فشل معلنة وذلك تسعة وثلاثين وزير تسعة وثلاثين وزير يا ظلمين يا فشلاء في كل بلدان العالم الناس تقلل من الوزراء وتقلل من مصاريف الإدارية وأنتم تضخمون وروحوا شوفوا سيادكم في فرنسا اللي أنتم تتعبدون بهم هو عندهم قل من عشرين وزير في كثير من الدول الآن 12-14 وزير فقط تسعة وثلاثين وزير وتجيبوا البائس على البائسة والفاشل على الفاشلة وتسميها حكومة واحد في شل في مشروع انتع صيد بحري انتع باش يصيد شركة تعفلوك يروح يصيد فيها باش يديرها شركة تعطيه وزارة الصناعة واحد يقول يعني نكونوا حنا الحركة القومية في أفريقيا طبعا بوتفليقة دارها موج بوتفليقة وقايد صالح والجنرالة فتحوا الأجوال لفرنسا باش تخزوا مالي باسم الحرب على الإرهاب وهي الآن تحيطنا من كل جانب فرنسا كما قلت حيطنا من كل جانب الحدود راهي كاين بعض المسؤولين تسكن في عقولهم وفي غرف نومهم لا يشاهدون إلا التلفزيون الفرنسي ولا يتحدثون إلا اللغة الفرنسية ولا يخاطبون أبناهم إلا بالفرنسية ولا يقضون بالمواد إلا من فرنسا وما يروحوش يديروا يديروا عند الحلاقة والعند الحلاقة إلا في فرنسا رأنا عارفين كاين ليرهم ساكنتهم فرنسا مش مش على الحدود أو ساكنتهم داخل نفوسهم وداخل عقولهم وداخل قلوبهم يرون أن البداية العالم تبدأ بفرنسا وتتعب بفرنسا لكن مع ذلك من ناحية العملية فإن عسكر فرنسا يحيطنا من كل جانب أدعو شنقريح هذا إذا ما زال فيه ما يستمع وخاصة أنه في بداية حكمه حكم طبعا غير شرعي حكم عسكري لكنه حكم واقع نتعامل معه ونقوله باللي عليك ابتداءا أن تغير عقيدة الشعب عفوا عقيدة الجيش بأنها ليست ضد ما يسمى بحرب على الإرهاب اللي هو في الغالب فبركة في أجزاء منه فبركة وفي أجزاء منه خدمة للإمبريالية العالمية والاستعمار العالمي وإنما أن تكون عقيدة الجيش هي للدفاع عن الجزائر والجزائريين من الخطر الخارجي وفقط الخطر الخارجي ليس هناك جزائريين أعداء في الداخل هناك خصوم هناك من لا تتفقون معهم من لا نتفق معهم هناك من لهم أفكار لهم آراء لهم إديولوجيات لهم خناعات يبقوا جزائريين يبقوا جزائريين ولهم حق الوطن مثلنا جميعا لا يزيدون عننا ولا ينقصون عننا نعم هناك لكن يبقوا أبناء البلد اللهم إلا من تثبت خيانته ثبوت حقيقي وثابت وليس ثابت على طريق تليفون التليفون اللي أعطيتوه لقاضي في وهران اللي أعطاه مفتاح صواب لقاضي في وهران لأنه أزعجه أن نفضح دوره وأن نفضح جرائمه فأعطى تليفون لأحد القضاء باش يستر علي حكم بعشرين سنة عشرين سنة سجن مرحبا بحتى بخمسمائة سنة سجن لكن هني نقول هلكم ونعود هلكم فيما يخصان الموضوع بالذات آت حداكم قلتم وجهتم لي تهمتين تهمة إضعاف معنوية الجيش وهذه التهمة إهانة للجيش لأن هذا الجيش هو معنى قفري وأنا قلتها لكم أعظم من يهين الجيش هم كبار جنرالياتو بكل أسف وألم لا يهينون الجيش فقط وإنما يهينون الشعب والبلاد والوطن والتاريخ والثورة والجغرافيا وكل شيء والنقطة الثانية قلتم تخابر مع دولة خارجية أتحداكم أن تذكروا اسم دولة واحدة أنتم تعرفون أنها كذبة كبرى ما قلتم لكن أتحداكم أن تذكروا دولة أي دولة قلتوا قولوا أني تخبرت معها مش أنا تخبرت مع دولة أعطونا اسم الدولة اللي تخبرت معها تعرفوا لماذا لا تستطيعون لأن كل الدول تدعمكم في السر أو في العلن كل الدول تريدكم أن تظلوا حاكمين حتى تظل الجزائر منهبا اللي يدخل يدي قهوة موح شرب وروح على قول مثل الشعبي يريدون للجزائر أن تظل ضعيفة بحكم ضعيف غير شعبي غير شرعي وهاني أضع تحدي أمامكم خرجونا اسم دولة واحدة قولوا أني اتعامرت معها وهاكم رأس يقطعوه الأحرار لا يتعامرون الأحرار يحررون الأحرار لا يخنون إنهم لا يستطيعون حتى لو أرادوا فيهم شيء في الداخل فيهم شيء في الضمير يجعلهم مستحيل يفضلون قطع رقابهم على أن يخنوا وطنهم ولو بكلمة شعبهم لو بحرف إنهم يعرفون أن الخيانة هي استعداء لله أن المسلم إذا خان فهو عدو لله قبل أن يكون عدو للوطن أن المسلم إذا خان هو عدو للدينة للإسلام قبل أن يكون عدو للوطن فأي مسلم يعرف ما معنى كلمة مسلم لا يمكنه أبدا أن يخن فما بالك الأحرار الذين ولدوا أحرار وظلوا أحرار وسيموتون أحرار لا يمكن أن يخنون إنما يسعون لحرية هذه البلاد وستتحرر بإذن الله شكرا